موسيقى نديروه احنا فحق اخوانا هناك اقل بادرة ولا اقل فعل ممكن ديروه واننا نحمل هذه الشرع اخوانا فلسطيني الاولا لنقول للعالم وللفلسطينيين هناك اننا لم ننسى ولن ننسى القضية وان القضية قضيتنا جميعا لان في الاساس قضية انسان قبل ان تكون قضية فلسطيني او ارميني او تونسي او ايرلندي او اسكتلندي او قضية انسان ونرجعوهم كل الكلام اللي قلناه في اول الحوار مسألة الجذور واقتلاع والهوية لان الانسان بدون هوية لا شيء والانسان عندما تقتلع وشي بده بغي النبتة النبتة كتمشي كتكون مثلا نبتة ديال الوردة ديالها الزهرة انت كتمشي تقطعها تقتلعها من الارض الزهرة ديك ساعة كتهك كتتمش وتموت في يدك تموت هي نبتة تقتلعها فتموت فما بالك بالانسان يا اختي ما بالك بالانسان وخمسة وسبعين سنة ولم لم يستسلموا اذا الفلسطينيين اعطونا درس كبير جدا لمعنى الحرية اولا الحرية الحقيقية هي انني نكون لعصى ونموت وتحت الركام والدم والابناء والتشريد والتجوية وكل شيء ولن استسلم وسابقى هنا وجدوري هنا لانه حق وان ينصركم الله فلا غالب لكم اذا هذه الناس علمونا معنى كبير الحرية ما معنى الحرية احنا هيا نخربكم وشفنا فيلم جميل جدا في اطار المهرجان هنا فيلم تطوان فيلم فلسطيني جميل جدا يتكلم عن الهوية بوحد الشكل السلس حتى يعني حتى المخرجين الشباب الآن في السينما اعطونا رؤية جديدة للسينما وللتطرق للمواضيع اذا المنسبة لي انا الكوفية اقل ما يمكن فعله لأقول للعالم كله من خلالي انا مغربية في المغرب في مهرجان في السينما والفن والابداع اننا لم ننسى ولن ننسى علمونا الحرية علمونا المقاومة علمونا التشبت بالارض علمونا ان يقولوا الكلمة ديالهم وعارفين هم على يقين بان الله سبحانه وتعالى غد ينصرهم هاد اليقين هو المخليهم لحد الآن ان الام كتشوع في ابنها في هذه اللحظة كتشوفوا قدامها كمتقدامها وغداك تحمل وتولد كتجيب واحد اخر هاد اكتر من درس اكتر من درس شنو بقنام اكتر من هادشي يعني لا الى الله غاني نظر معاكم غاني مندرنا كده با ديروا لايكوا بارتاجوا الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش تابونا وفلاشين وتفعلوا الجرس لتتوصل بكل جديد للا فاتمة اشتركوا في القناة